اشتركوا في القناة شكلت على مدى عقود مضت علامة فارقة في دعم الوحدة الخليجية وتحقيق اعلى مستويات التقارب والتضامن بين دول وشعوب المنطقة العربية وخدمة لقضاياها العادلة واكدت معاليها ان العالم ينظر بعين الاكبار والاعتزاز تجاه ما خلفه الامير الراحل من سجل ناصع وحافل بالدور الانساني النبيل والسعي الحثيث لتحقيق التقارب واشاعة اللغة الحوار والمحبة بين الدول والشعوب حتى بات رحمه الله يتمتع بمكانة مرموقة على المستوى العالمي ويحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي واشارت زينل الى ان العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة شهدت تناميا مطردا في ظل حكم الامير الراحل وما ابده سموه من حرص مستمر في تقوية وتوطيد العلاقات التاريخية والاخوية مع مملكة البحرين منوهة بحكمة وحنكة الامير الراحل وما مثلته فترة حكمه الرشيد من نقلة واضحة في المسيرة والنهضة التنموية الشاملة لدولة الكويت الشقيقة وما تحقق من رفاهية ورخاء ونماء للكويت وشعبها الشقيق